هذا سلمك الله كتاب حبيب إلى قلوبنا صاحبنا وحبيبنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العابد الزاهد العالم الشيخ سعيد بن وفق القحطاني وفقه الله طبعا صاحب الكتاب دائع الصيط اللي هو حصن المسلم المشهور رسال الله جلد يدخله به الجنة ويرفع منزلته في أعلى عنليين جاء ولده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن سعيد ابن علي بن وفق القحطاني وأراد أن يكتب ترجمة لوالده على غرار ما يصنع كثير من الأبناء مع أبنائهم يا ولد يوصيك من ذحين ويكتبوا ترجمة لهم فجمع في هذا المجلد اللطيف ما يحتاج إلى معرفته من ترجمة الشيخ لأنه يقول حياته حافلة بالعلم مع أنه سبحان الله يعني ذكر الشيعة جائفة قصته سمى كتاب خلنا نشوف التسمية العنوان إشباع الشغف في سيرة بن وفق شوف الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وفق القحطاني رحمه الله سيرته ودعوته ومواقفه وماذا قالوا عنه طبعنا بي قسيم مؤلف حسن المسلم ومعرف مشهور تفي عام 1440 الهجرة رحمة الله عليه قام على تأليف هذا الكتاب ولده أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد العزيز بن سعيد القحطاني وفقه الله تكلم عن والدي نشأته وأين نشأ وتربيته الأولى وطلبوا العلم الأول وكيف حصل يعني كيف بداياته وانتقاله للجامعة وإين درس ثم رسالته وكيف قدمها ثم تكلم عن نسرته وأنا متلوج من أربع نسوة وعنده ما شاء الله ستة واربعين ولد وتكلم عنهم وعندهم من الإخوة عشرة وتكلم عن إخوتي ما شاء الله كله مأساتلة وكثير منهم متقاعدين وشيء من ذلك وقرابته والعناية بهم وشيء من ذلك وعنايته بقرابته ثم تكلم عن مشايخه وتلاميذه ومواقفه والدعوة وما ألف من الكتب وألف كثير من الكتب نحن عرضنا ثلاثة مجموعة منها في حلقة من الحلقات وهو أيضا كان ممن له هياد بيضاء في حلقات مخصوصة له وكانت في قناة زاد رحمة الله عليه وكلامه لا يمل وهو معروف في الأوساط الدعوية لأنه وصل تخصص الدعوة دخل كلية الدعوة في جامعة الإمام وتخصصه في الدعوة ثم بعد ذلك مواقفه ودعوته وما قيل فيه شعرا ونثرا وكلام تلاميذته وما وصيته ومواقف لا تنسى له وثم رسالة خاصة من أخيه في شيء من سيرته أيضا وضحة كاملة هنا أصحابه وزملاءه وكيف رثوه وشيء من ذهده ورعه الكتاب مطبوع في مجلد من اصدار الدار ابن الجوزي وفقهم الله